اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من حلقات تعلم البروجة معاكم احمد عبد النبي وزاي ما اتفقنا هكون معاكم دايما عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجة باستخدام البرمجة بنقدر نعمل ألعاب وقصص وانيميشنز وكمان نقدر نعمل تطبيقات على الموبايل تخيلوا ان البرمجة واحدة من أكتر الوسائل اللي بتخلي بعض الشركات تبقى واحدة من أكبر الشركات في العالم ومعنى كلمة أكبر الشركات في العالم معنى كده ان الأرباح بتاعتها بتتخطى مليارات الدولارات واحدة من الشركات دي زي فيسبوك وغيرها كتير زي أمازون وزاي يوتيوب وزاي جوجل كل الأبليكيشنز دي بتقدر تستخدمها انت كيوزر ومجرد دخولك عليها والتفاعل معاها ده كله بيترجم لأرباح وفلوس بتدخل الشركة تخيل بقى ان انت باستخدام البرمجة وباستخدام الأب انفنتور تقدر تعمل أبليكيشن وتشاركه كمان مع الناس ومجرد بس ما الناس تبدأ تتفاعل مع الأبليكيشن أو التطبيق اللي انت عملته بتبدأ يخش لك أرباح معنى كده ان انت باستخدام البرمجة تقدر تفتح شركة وتقدر تكون واحد من ضمن المبرمجين المشهورين في العالم كله باستخدام الأبليكيشن بتاعك كل ده هنتعلمه ونعرف ازاي نعمله باستخدام الأب انفنتور ولكن زي ما احنا متفقين كل مرحلة في تعلم البرمجة ليها مجموعة من الخطوات اللي لازم امشي عليها أول خطوة عشان نبدأ نتعرف على الأب انفنتور لازم نعمل تطبيق بسيط جدا وهو هلو وورلد والتطبيق ده بنقدر نستخدمه في كل لغات البرمجة لو جينا بعد كده نتعلم لغة جديدة هنلاقي ان اول حاجة عشان نبدأ اتعلم اللغة دي بنعمل حاجة بسيطة وهي هلو وورلد المبرمجين اتفقوا على الجملة دي بحيث ان هي تكون الدخلة الأساسية للبرمجة بتبدأ تنفتح على عالم ومن هنا يجي الكونسبت او الاساس الخاص بالمرمجة ان هي بتفتح رؤية المبرمج على العالم كله لان باستخدام البرمجة تقدر توصل لكل الناس مش بس في نطاق معين او مدينة معينة او دولة معينة ولكن توصل للعالم كله باستخدام البرمجة عن طريق الابليكيشنز او الالعاب او الكصص تعالوا نشوف مع بعض هنقدر نصمم ازاي اول تطبيق عن طريق البرمجة باستخدام الاب انفنتر ولكن عايزكم تبقوا مستعدين وجاهزين جدا عشان نتعلم ونستفيد اقصى استفادة ممكنة جاهزين؟ يلا بينا قبل ما نبدأ شغل النهاردة تعالوا كده بسرعة نراجع اللي قولناه المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الموبايل ابليكيشن او الاب انفنتر وتعرفنا كمان على وجهة المستخدم الخاصة بالاب انفنتر واتفقنا ان هي بيكون فيها مجموعة من الحاجات اللي بنبدأ نستخدمها زي اليوزر انترفيس وزي الفيور وزي الكمبوننس الاساسية اللي بنبدأ نشتغل عليها عشان نبدأ نتفاعل مع الويبسايت واتفقنا كمان ان احنا بنشتغل عليه اونلاين يعني معنى كده ان احنا محتاجين انترنت وعشان نقدر نعمل بلوكس بتاعتنا محتاجين يكون معنا الكمبيوتر الخاص بينا ولما بخلص الابليكيشن بتاعي وخلص البرمجة بتاعتي بعد كده محتاج اني انقل الابليكيشن ده على الموبايل وهنعرف ازاي مع بعض نعمل كل الكلام ده في حلقة النهاردة ولكن زي ما احنا متفقين لازم نشوف ازاي نقدر نعمل ده وعشان نقدر نعمل الابليكيشنز بتاعتنا محتاجين نمشي بثلاث خطوات اساسية دايما بنأكد عليهم اول خطوة وهي الديزاين الديزاين واحدة من اهم الحاجات اللي بنستخدمها دايما واحنا بنصمم اي حاجة باستخدام البرمجة دايما فيه استراتيجية معينة لازم بتمشي بيها عشان تعمل اي حاجة عشان دايما نترجم فكرة البرمجة ان هي بتحل المشكلات واول حاجة هي الديزاين لازم تختار الديزاين المناسب للابليكيشن او التطبيق بتاعك وتانية حاجة الفلوت شورد الخطوات اللي مفروض امشي عليها عشان استخدم الابليكيشن ده وتالت حاجة وهي الكود واتفقنا ان الكود ده بنعمله باستخدام البرمجة المرئية اللي بتكون عبارة عن مجموعة من البلوكس اللي بحطها جنب بعض عشان تكون الكود بتاعي طيب كل الكلام ده احنا عرفناه ولكن تعالوا نشوف ونعرف اكتر ايه الابليكيشن اللي هنستخدمه وهنعمله النهاردة على الاب انفنتر هنتعلم نعمل الابليكيشن اسمه هالو هالو وورلد الابليكيشن ده دايما بيكون موجود في كل اللغات البرمجة والفكرة منه ان احنا بنعمل حاجة افتتاحية وبستخدم من خلالها البلوكس وبستخدم من خلالها الاب انفنتر دايما بيكون بسيط بنتعلم منه حاجات جديدة بنستخدم كل الحاجات اللي موجودة وبنتعرف اكتر على خصائص الحاجات اللي هنستخدمها زي البوتون مثلا مفروض ان انا لما اعمل الابليكيشن بتاعي يظهر على الموبايل بتاعي بالشكل ده بحيث مثلا ان يظهر زرار معين اضغط على كلمة هالو يظهر لي جملة معينة ترحيبية بترحب بي كأول ابليكيشن او تطبيق استخدمه عن طريق الاب انفنتر ومفروض ان انا هستخدم بعد كده البلوكس دي عشان هي تعمل وظيفة معينة تعالوا نشوف مع بعض هنقدر نعمل ده ازاي باستخدام الاب انفنتر وازاي هنقدر ننتقل من الديزاينر او الجزء الخاص بالتصميم للجزء الخاص بالبلوكس وازاي نتفاعل معاه وكمان نقدر نخلي الابليكيشن بتاعنا موجود على الموبايل ونستخدمه ونشاركه كمان مع اصحابنا اليوزر انترفيس بتاعي او وجهة المستخدم اتفقنا ان هي متقسمة لاربع حاجات تعالوا بسرعة كده نقولهم عندي تول بار اللي ببقى موجود فوق اللي بيكون موجود فيه كلمة هلو وبيكون فيه السكرينز بتاعتي وفيه الجزء اللي بعد كده وهو البلت اللي بيكون موجود فيه اليوزر انترفيس او بعض الكمبوننس اللي ببدأ استخدمها وادخلها في الجزء الخاص بالفيور طب اقدر اعمل ده ازاي لو عملت البطن ده او الزرار بدأت ان انا اسحبه احطه في السكرين هلاقيه ظهر معايا بالشكل ده يعني لو عاوز اضيف اي حاجة من اليوزر انترفيس اقدر بكل سهولة اعمل لها دراج ان دروب اقدر اسحبها وحطها داخل الموبايل بتاعي وكمان في الجزء التالت الخاص بالفيور اقدر اني اتحكم في شكل الموبايل اقدر مثلا اخليه في شكل تابلت او شكل منتر زي ما انا عايز احنا هنستخدم الموبايل ولما بضيف البطن بتاعي بروح بعد كده للجزء الخاص بالكومبوننس وخصائص الكمبوننس المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن السكرين لو ضغطت على السكرين مفروض ان الخصائص بتاعتها مختلفة تماما عن البطن السكرين بتاعتي اقدر اضيف لها صور اقدر اضيف لها بعض البطنز اللي هي الزراير او الحاجات اللي تشيك بوكس حاجات بتعلمها بشكل معين او سلايدر زي حاجة بتسحبها بتبدأ تعلي او توطي مثلا الصوت او حاجة زي كده وبقدر اضيف كمان خصائص للحاجة اللي بضيفها دي يعني لو ضغطت مثلا على البطن بقدر عن طريق الخصائص اقدر اني اغير لون الباجراوند مثلا اقدر مثلا اخليه يكون فعال عن طريق كلمة انابل او اقدر اخلي الفونت التكست مثلا او الكلام اللي هكتبه داخل البطن ده يكون بولد او يكون شكله اكبر شوية اقدر كمان اتحكم في الصيز اتحكم في الحجم بتاعه الفونت صيز والفونت اللي هو طبعا الخطوط وكمان اقدر اتحكم في نوع الخط اخليه مثلا اي نوع من الانواع المتاحة معايا في الاب انفنتور وكمان اقدر اتحكم في الهايت والويتس اللي هما ايه اللي هو الارتفاع او وضع البطن بتاعي في السكرين عامل ازاي عايز مثلا اخليه في الاول يعني مثلا لو احنا جينا بصينا على الموبايل هلاقيه موجود فوق على الشمال طب انا عايزه على اليمين عايزه في النص عايزه تحت بقدر اتحكم في مكانه باستخدام الهايت والويتس وبيقدر لو ضغطت عليها بيظهر لي اكتر من option او اكتر من اختيار ان انا اخليها في البرنت وفي البرنت دي يعني اخليها تاخد صيز الشاشة كلها او ان انا اخليها بالبكسل والبكسل دي وحدة قياس الصور او الشاشة عموما بتبقى عبارة عن ايه اللي انا مقسم شاشة الموبايل او الصورة اللي مجموعة من المربعات الصغيرة كل مربع اسمه بيكسل مثلا فلما بجمع مجموعة من البيكسل زي مجمع بعد بيبقى عندي رقم مثلا كبير زي 300 او 400 او 500 او ايا كان او ان انا استخدم الاختيار الرابع وهو البرسنت ان هو نسبة مقاوية يعني مثلا كاني الشاشة بتاعة الموبايل تعتبر 100% عاوز البطن ياخد مثلا منها 30% فاقدر ان انا ازبطها عن طريق البرسنتج او النسبة المقاوية نفس الكلام في الويتس اختار اي اختيار من الاربعة مش بس كده اقدر كمان اضيف صورة للبطن بتاعي يعني او الزرار بتاعي يعني انا مش عايز شكل الزرار يكون في الشكل ده لانا عايز صورة والصورة دي اضغط عليها يعني على سبيل المثال لو احنا فاتحين الفيسبوك او انستجرام وانا ضغطت على صورة بتبدأ ان هي تجبر معايا فمعنى كده ان الصورة دي في البرمجة بقى اللي احنا مش شايفينها ان هي عبارة عن بطن او زرار معين بضغط عليه بينفز مجموعة من الاوامر وبيكون ليه مجموعة من الخصائص اللي بتبدأ تبرمج في بداية الابليكيشن كمان اقدر اتحكم في الشيب والشيب هي الشكل معنى كده ان ممكن اخلي الشكل بتاعه بدل ما هو مثلا في شكل مستطيل وليه حواف حدى وتسعين درجة بالشكل ده اقدر مثلا اخلي الحواف دي اقل تكون مثلا في شكل دايرة او تكون في شكل معين مثلا زي مثلا لو جنا جربنا هخليه راوندد مثلا لو جيت بصيت على شكله هلاقي ان هو بقى الحواف بتاعته ليها كيرف معين او شكل دائري معين اقدر برضو اغير في الشكل بتاعه زي ما انا عايز واقدر اغير الاسم بتاعه يعني مثلا هو هنا مكتوب تكست فور بوتون وان لأ احنا ممكن نخليه واللي يكون هلو هلاقيها اتغيرت عندي في السكرين بالشكل ده تمام جد اقدر اضيف اي كلمة انا عايزها فيه كمان حاجة اسمها تكست ألايمنت ايه تكست ألايمنت دي؟ الكلمة دي هنقابلها كتير قوي واحنا بنبرمك في الأب انفانتر لما باجي اشتغل في التكست ألايمنت او حتى في الفوتو ألايمنت عبارة عن ايه؟ كأنني مقسم السكرين بتاعتي لمجموعة من الخطوط او مجموعة من الأجزاء ولكن انا عايز البوتون بتاعي ده يكون في الليفت في اتجاه اليسار عايزه يكون في اتجاه اليمين ممكن اختار رايت او عايزه في النص يبقى في السنتر ده بالنسبة للبوتون طب انا عايز اخلي التكست او الكلام اللي انا كتبه جوه البوتون يكون على اول البوتون من ناحية اليسار مثلا او ناحية اليمين او عايزه في النص بالضبط فاقدر اتحكم في التكست ألايمنت ذات نفسه من الاختيارات اللي قدامي دي طب لو عاوز اتحكم في مكان البوتون احنا قلنا انه عندي الهيط والويتس ده بتحكم في الحجم بتاعه واقدر كمان اتحكم في المكان الخاص بي واقدر اتحكم كمان في لون التكست يعني كده معنى الكلام ده ان انا اقدر اتحكم في حاجتين لون البوتون لون الزرار ذات نفسه ولون الكلام اللي جوه الزرار واقدر اخليه فيزبل او انفيزبل يعني ايه فيزبل يعني ما رقيه يعني ممكن مثلا اخليه يكون مرقي مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه ده او غير مرقي زي مثلا اللي موجود في الفيسبوك زي ما قلنا الصورة بتاعتي لو ضغطت عليها بتبدأ انها تكبر معاه هو ده بوتون بس انا مش شايفه مش واضح قدامي في شكل زرار ابدأ اضغط عليه بشكل معين طيب ده كده بالنسبة لو استخدمت البوتون بتاعي والخصائص بتاعته جملة انا عايز اكتبها اقدر اعمل ده ازاي اول حاجة اسأل نفسي سؤال انا عايز الابليكيشن بتاعي يعمل ايه بالزبط انا قلت لنفسي انا عايز اختار زرار معين اضغط عليه وينقلني لصفحة تانية معنى كده ان انا عايز اختار او اضيف two screens او شاشتين انا عندي فوق كام عندي screen واحدة بس بالشكل ده طيب انا عايز اضيف screen اقدر اعمل add screen اضغط عليها واسميها مثلا screen to وادوس اوكي بمجرد ما عملت ده هلاقيها فعلا اضافت معايا في ال Components طيب عايز اختار screen 1 عايز ارجع لها اضغط على screen 2 واضغط screen 1 اختارها تاني هترجعني screen 1 بال Components بتاعتها والحاجات اللي انا اخترتها طيب تعالي نشوف مع بعض هنقدر نغير في شكل البطن ازاي ونقدر نغير مكانه ونغير في شكله ونخليه بشكل معين عشان يبدأ بعد جدا ننتقل من مرحلة ال Design لمرحلة ال Blocks اول حاجة انا شكل البطن بالنسبة لي مثلا محتاج ان هو يكون اكبر شوية ومحتاجه يكون في نص ال Screen عشان اعمل ده محتاج اعمل ايه هروح للبطن اللي موجود في Components واخش فيه الخصائص بتاعته اللي هي ال Properties اول حاجة ال Background Color ممكن اتحكم في لون ال Background واختار اي لون انا عايزه ولياكم مثلا اختار لون ال Blue مثلا هلاقي ان هو غير فعلا لون ال Background باللون الازرق طيب انا عايز اختار لون تاني عايز مثلا اختار لون الاحمر Red تمام كده غيرت اللون بتاعي وخلته فعلا باللون الاحمر طيب عايز اخلي الفونت بتاعي Bold Bold يعني يخليه اتقل شوية لو ضغطت عليها وجيت بسيت هلاقي فعلا ان اللون بتاعي بتغير هضغط عليها تاني برضو عشان نلاحظ الفرق لو ضغطت عليها هلاقيه ان هو لا بقى نوعا ما ارفع شوية لو ضغطت عليها هيبقى ادخن او اتقل شوية عندي بعد كده الفونت italic يعني ميل شوية لو ضغطت عليها هلأحس ان الخط بيميل نوعاية شوية انا مش عايبوز ده طيب عايز اغير في الفونت size عايز اغير في حجم الفونت ذات نفسه ممكن اغيره زي ما انا عايز اخليه مثلا 20 هلاقي فعلا انه كل ما بغير size بتاعه كل ما البطن بتاعي بيبدأ ان هو يكبر معايا ممكن نخليه مثلا 30 بالشكل ده وممكن كمان اتحكم في ال type بتاعه انا عندي فيه 3 انواع ممكن اختار بينهم على حسب اللي انا عايزه انا ممكن مثلا اختار المونو سبيس بحيث ان انا يديني شكل كده كأن ايه لغة برمجة شوية بنيجي بقى للجزء المهم وهو height والwidth انا عايز مثلا اخلي الheight بتاعي يبقى واخد ال screen كلها فلو ضغطت على fail parent ودست اوكي هلاقيه فعلا اخد ال screen كلها معايا طب انا مش عايز كده انا عايز يكون بنسبة معينة او pixels معينة ال pixels اذا وجدنا مثلا جربنا 300 وضغطت اوكي هلاقيه ان هو اخد مجموعة من pixels من الشاشة كلها احنا اتفقنا ان الشاشة عبارة عن مجموعة من pixels الرقم كبير مثلا لو جد اخترت رقم معين هيتحول الرقم ده ل 300 او 200 مثلا ممكن نخليها اولي اكون 100 واضغط اوكي الwidth نفس النظام ممكن اختار برضو pixels واخليها 100 واضغط اوكي تمام جد ممكن كمان ان انا اضيف صورة يعني انا مش عايز شكل الزرار بتاعي يكون في الشكل ده لانا عايزه يكون شكل صورة فاقدر ان انا اعمل upload لاي صورة انا عايزها لشكل الزرار وتبقى هي الزرار بتاعي واقدر كمان اتحكم في shape اللي زي ما اتفقنا اللي هو الشكل اقدر مثلا اخليه شكل دائري بالشكل ده واقدر اغير التكست كمان ممكن مثلا hello world وعايز اخلي التكست في السنتر بالشكل ده تمام جد لو انا جيت جربت انقل البوتن بتاعي من مكان للتاني مش هيتنقل معايا هو ثابت في المكان ده طب انا عايزه اخليه تنقل اخليه في النص مثلا لو رحت لسكرين هلاقي انه عندي في حاجة وخاصية مهمة جدا وهي الالاين هوريزنتل والالاين فيرتكال هلاقي عندي ايه هلاقي عندي ان هنا مختار انا كايني بقول للسكرين اي حاجة موجودة في السكرين او اي حاجة موجودة فيك في اتجاه الهوريزنتل اللي هو الاتجاه الافقي خليها في اتجاه اليسار اللي هو اللفت واي حاجة في الاتجاه الرأسي اللي هو الوريزنتل الالاين خليها لي في top او في الاتجاه اللي هو الفوق طب انا عايز اخليها في النص فاختار ال line horizontal اختار center هلاقيها فعلا اتحركت معايا بقت في النص وعايز في اتجاه الرأسي عايزها برضو تكون في النص فاختار center هلاقيها بقت معايا بالشكل ده وبقت في النص تمام جدا طيب انا كده تمام محتاج اعمل ايه بعد كده محتاج في ال screen التانية اضيف box معين ويكون فيه مجموعة من الكلام فقدر ان انا اروح ل screen 2 هلاقيها طبعا فضية تماما ما فيهاش اي حاجة وعاوز اضيف box معين او اضيف فيه بعض الكلمات لو رحت لليوزر انترفيس والحاجات المتاحة قدامي هلاقي ان عندي button والcheckbox وdata وimage وlabels وعندي حاجات كتير فقدر مثلا اضيف label معين او اضيف text box لو عملت drag and drop للtext box كده بالشكل ده هلاقي تضاف معي بالمنظر ده واقدر كمان اضيف لي بعض الكلمات انا مثلا عايز اضيف لي كلمة معينة فهضغط على text box من components وازهر لي الخصائص بتاعته عايز background لونها default عادي لون اسود او ممكن اغير اللون بتاعها اخليه مثلا اللون اللبني ده هيتغير معي فعلا عايز اخلي font size 14 عايزين نكتب الفونت الاول فهروح لكلمة hint for text box وليكن مثلا عايزين نكتب welcome to your first mobile app لو لو رحت ابص على text تاعي هلاقي ان هو محتاج اضيفه تاني داخل text فقدر اخده copy وهحطه داخل text control V ويظهر معايا بالشكل ده تمام جدا طيب انا لو جيت بصيت على text بتاعي هلاقيه ان هو موجود فوق في اتجاه اليسار وكمان مش كله ظاهر انا عايز اخليه يكون موجود في النص وكله يكون ظاهر بشكل معين وكمان عايز اغير background او لون background بتاعت ال screen اقدر اعمل كل ده من الخصائص الخاصة بال screen اقدر عن طريق ال line horizontal اخلي text بتاعي في center وال vertical center كمان بالشكل ده هلاقيه فعلا بقى في نص screen وعايز اخلي background مثلا باللون اللبني بالشكل ده ومحتاج اخلي text بتاعي يكون كله ظاهر فاقدر ارجع لtext تاني واخلي height في parent بالشكل ده والwidth في parent واخلي التكست بتاعي بدل ما هو text aligned يكون left عايزه يكون في center في الحالة دي ممكن اغير كمان background او اللون اللون الخلفية اللي وراء الكلام او ان انا اقلل الحجم بتاعه يعني ممكن اخليه مثلا pixels ولكن ممكن نخليها 200 pixel بالشكل ده او ممكن نخليها مثلا 100 بحيث تبقى اصغر شوية وفي الwidth اخليها كمان 100 بالشكل ده ولكن الwidth بتاعي خليه في parent design الخاص بالscreens بتاعتي نيجي لتاني خطوة انا عايز اعمل ايه عايز اضغط على البوتن اللي موجود في اول سكرين ينقلني على طول لسكرين 2 دي كده الخطوات بتاعتي او الخطوة التالتة عايز اروح للبلوكس لو روحت للجزء الخاص بالبلوكس هلاقي انها عندي متقسم لحاجتين البلوكس اللي هبدأ استخدمها ومتقسمها لجزئين حاجة اسمها البلت ان بلوكس وحاجة اسمها السكرين او الكمبوننس اللي انا ضفتها طيب الكلام ده معنى ايه انا عندي في بلوكس خاصة بالأب انفنتور ذات نفسه حاجة كده موجودة جواه ولكن انا لو ضفت اي كمبوننس زي الزرار او سلايدر او اي حاجة بيكون لها بعض البلوكس الخاصة بيه انا اضغطت مثلا على التكست بوكس مثلا هلاقي ان هو ظهر معي بعض البلوكس الخاصة بالتكست بوكس اقدر ان انا استخدمها ليه هو بس واقدر اعمل لها مثلا دراج بالشكل ده وكبرها بالشكل ده مثلا اشوفها لما مثلا ادوس على التكست بوكس بس اخلي بالي جدا ان انا وانا بشغال بشتغل مثلا في سكرين وون هلاقي ان سكرين وون فعلا بالشكل ده طيب انا عايز اعمل ايه عايز اقول للزرار ده لما اضغط عليك تبدأ تعمل حاجة فلو ضغطت على البوتن هلاقي مديني مجموعة من البلوكس كتير جدا او البلوك مثلا اللي هو وين بوتن وون كليكت لما اضغط علي دو وات يعمل ايه فلو سحبت البوتن ده او البلوك ده بالشكل ده محتاج ان هو يعمل ايه محتاج ان هو يتنقل من السكرين الاولى للسكرين التانية فلو رحت ليه كنترول هلاقي ان عندي مجموعة من البلوكس كتير جدا في منهم بلوك اسمه open another screen وفي اسم السكرين بتاعتي فقدر ان انا اعمله دراج واحطه بالشكل ده وموجود عندي السكرين name انا مسمي اول سكرين سكرين وان ببرمج عندي سكرين وان وسكرين تو انا عايز يروح من سكرين وان ل مين ل سكرين تو اول ما اضغط على البطن بتاعي كده كده عملت الكود الخاص بالبطن وهو كود بسيط جدا مجرد ما يروح لسكرين تو هلاقي فعلا الجملة الترحيبية بتاعته طبعا زي ما احنا شايفين ان الموضوع فيه تفاصيل كتير ولكن لازم نكون مخليين بالنا من كل نقطة ونكون محددين بالزبط احنا عايزين نعمل ايه الخطوة اللي بعد كده ان احنا نبدأ نخلي الابليكيشن بتاعنا ننزله على الموبايل بتاعنا ونبدأ كمان نجربه ونعمله تست عشان نشوف ايه المشاكل اللي موجودة ونبدأ ان احنا نعدلها سواء كانت مشاكل في الديزاين او مشاكل كل ده هنعمله خلال الحلقات اللي جاية وهنبدأ نعمل تطبيقات نستخدمها عن طريق الموبايل وهنتعلم ازاي نعمل لها شير على الموقع الخاص بالأب انفنتر وكمان نخلي اصدقائنا وزمائلنا يستخدمون نستنونا في الحلقات اللي جاية عشان نتعلم اكتر عن البرمجة ونتعلم اكتر عن تطبيقات الموبايل باستخدام باستخدام البرمجة المرئية اتنون لكم الكوفيق دايما ونشوفكم على خير مع السلام